السلام عليكم ورجعنا لكم في حلقة جديدة وانطبعات وين بيس خلونا نبدأ في البداية قبل اقول اي شي لا تنسون تكونوا معنا في احتفالات القرية اليابانية واللي بتكون مقامة في الخبر في هذا الشهر شهر 12 انجليزي فالتفاصيل تشوفها قدامك الحين طبعا اي اي شو رح يكون هي المنظمة لفعاليات الكوسبلاي يعني ان شاء الله سنسوي لكم كوسبلاي رائع واشياء جبارة خاصة ان احنا استعنا بكبار في هذا المجال في السعودية واخوي سامي لبونزي المشروف شخصيات البلاك بيرد واخوي احمد دراجونوف وكودا كوسبلاي وحوش كل التفاصيل بتلقونا في مربع الوصف بتشوفونا عمالهم والاشياء الجبارة اللي هم سووها بداية الحلقة تشوفر يدور على السنجي عن طريق المرايا طبعا سوى شي رائع خلا ديزل عطاه الشي اللي هو يستحقه قلت لك يا ديزل اسم هذا ما تستحقه خلاك حنطور خلاك قاري بس وركب الحنطور يا تبار دراجن دراجن وركب الحنطور يا تبار دراجن دراجن يدور على السنجي طبعا ما أخذ بولي على كتفه حطها في كيس طبعا عشان عارفت منها بولي من البداية قبل يجيبونها من الخشم اللي طالع كذا خشمها الطارع يقول هنا بولي هنا بولي كذا قول جوجل ماب قاعد يحط عليه كلنا ذلة حق جوجل ماب لما تحط البن هذو المهم قاعدين يدورون ما لسه ما لقاه لانه ضيع المرايا اللي شافها فيها من الاول اللي يدل على قصر بيقمان معنا شاف سانجي وشاف البيقمان من قبل فهو يبلقاهم الحين مع البحث والتدوير تنتقل ابنا الشاشة الى مواجهة بوك يا اله يا بروك شاعد تسوي طبعا بروك كان بياخذ نسخة من البونيكليفت خلعت عليه البيقمام طاقة البيقمام يعني كثير سألني عنها وقلت يعني انا ارى انها غير الهكي لابد عندها هكي في عندها هالة الرعب اللي عندك راكر في عندها هالة الرعب عندها تحكم بالطقس والارواح عندها اشياء كثيرة عشان تكونين يكون مبلازم تكتفي بشيء واحد لا الجيش ولا الهكي ولا الفاكهة يعني هي عندها فاكهة عندها قدرة خاصة وعندها هالة الرعب عندها الهكي وعندها جيش يعني يمكن عندها اكثر من ثلاثة او اربع عشية فلما ادخلت البيقمام على بروك نزل بروك هي معجبة حين بالشيء الغيب تشوفه وقعدها تقول لنا تدي كنز منه اللي قاعد تسرقه تدي انا منه قال ادي انت البيقمام ونزل لها نزلت هيبة هنا لما يقول لك المثل واثق الخطوة يمشي ملكا نزل لها نزلت هيبة يا رجل هيبة غير طبيعية قالت لنا جاي تتحداني تدي شمال انك تتحداني قال ادري انا قاعد اواجه اليونيكو البيقمام يعني لازم اضع حياتي على المحك يمكن اموت او انا جاي اموت لكن انا جاي عندي هدف ما حستسلم لينا سويه فحتى لو حطيت حياتي على المحك انا مستعد فاطلقت زيوس وتوحش صار غيمة عادية اطلقت بريتيميوز اللي هو الشمس وتوحش صار النار الهائجة وقالت نابليون القبعة يا الهي القبعة ادينا القبعة من قبل تتكلم وتتصلف مع البيقمام وتتحرك واسمها توقعت عندها قدرة واسمها نابليون يا الهي لما اتكلم عن نابليون بونابارت وهو الكونكرر وهو المقتحم وهو الامبراطور فاذا جيت مفسرها هل هي ممكن انها كل شيء لانا قلت لكم انا اراها شخصية فيها الخوف والوحدة وتوجد اشخاص تثق فيهم هل ممكن ان كل قدرة لديها تمثل شيء داخلها يعني كمثال لما نتكلم عن زيوس وبراثيميوس اللي هو الطقس والنار وما الى ذلك ما لديش علاقتها بالارواح ولا قدراتها الطقسية لكن لما نتكلم عن نابليون هل هو يمثل الهكي حقها هكي الملكي حقها او يعني التجسيد يعني يتجسد كشي داخلها فهل نابليون هو التجسيد لقدرة الهكي او عزيمتها للاقتحام فلما نتكلم عن نابليون فهو مخطط استراتيجي جبار وقائد مقتحم فأي واحد منهم يجسد القبعة التخطيط الاستراتيجي للبيك مام او الاقتحامي خاص فيها ما ادري يبين قدام لنا فلما اطلقت العينان لهم كانت بتواجه بروك انا قلت راحت عليك يا بروك او ولدا يا بروك ابدعت وقف المشهد انتقلنا الى بيدرو وبروك كان شيء رائع لما جابونا جائزة بيدرو ثلاثمائة واثنين وثمانين مليون ديري ترى على فكرة يعني اعتبر من لما انقلسه مع جواز طقم لوبي اعتبر من الابعة وخمسة الكبار لو بنقارن وياهم هذا يفعل اسم بيدرو عندي اكثر وعلى فكرة بيدرو تفوق على توماغو من قبل لما كانت جائزة ١٢٩ يعني تقريبا ٤٣٠ مليون لما تفوق عليه بيدرو يعتبر ان التجارة جائزة يعني افترض ان بيدرو توقف عن القرصة بعد هزيمتها هذه فعشان كده ما تفعل جائزة فهو وصل الى توماغو ١٢٩ مليون فهو راس براس معاه وهزمه ترى لو لا تدخل البيج مام فبيدرو كجائزة كقوة ترى هزم توماغو بسرعة استخدم قدراته الخاصة هذا بعد شي عندي يعني انا عندي قدرات خاصة من حقي يستخدمها فبيدرو زي موضح توماغو يستخدم الالكترونات اللي هي الكرب الناتج عن الشعيرات اللي في جسمه فالمينك يستخدمون كل حاجة ايضا لما شفتوا بيدرو هجم على توماغو شفتوا المروحة اللي يسويها بذيلة هذا صراحة ابداع من اودة ليه؟ لانه هو من فصيلة الفهد الكوغر ففصيلة الفهد لما يطارد فريسته يبدأ يحرك ذيلة ويضربه يمين يصار ليش؟ مو بل عشان يزيد السرعة لا يزيد تحكم وهو سريع سريع جدا فهذا يعطيه التحكم بحيث انه يغير تجاهاته كذا بلمح الباصر مهما راح كفيس يمين يصار يروح يمين يصار مهما شاف من عوائق يروح وهذا هو زي الجناح حقه اللي يوديه يمين يصار فبدو استخدم قدرتها هذه توماغو استخدم قدرتها توماغو هالمرة مستعد بالملابس المضادة للألكترونات لانه من قبل ما كان قادر يواجه بدو لما جابوا الذكريات فنرجع الى الذكريات الحين في الذكريات جابوا انه توماغو جاي مع واحد اسمه زيبو عشان يسوقون البونغلف من البيغمام زيبو واضح ان ابو بيبو اللي في طاقم لاو وضحته بقوة ونهار المأساوية يا الهي بيبو والله كسر خاطر يعني قالوا انه طلع وفقد الثقة وخواف والحين رجع مع لاو لازال خواف وشخصيته مكسورة والحين ابوه قتل بالطريقة هذي شيء مؤلم من جد يا بيبو يعني تعاطفت معه بشكل كبير لكن ليش طلع من جزيرة المنك هاللي بنتبه علاقة ضاعش السالفة يبي انتقم هذي يفعثهم انتصال طاقم اللوبي على البيغمام يعني من قبل قلت بيبو يبقون وبينحشون وينقضون سانجي الان لا شوف لابد من المواجهة اولا لاستعادة ما فقده بدو وايضا الانتقام اللي زيبو وبوكي يبيبو ان بدو يقدر يوحي واجه يقول الحين اقدر واجهك الحين اقول لك اني انتقمت لوالدك الحين اعتلك حقك المفقود البيغمام لما جات هي اللي انقذت توماغو توماغو هزم في المواجهة الاولى توماغو هزم وشره هزيمة فالبيغمام هي اللي جات وتدخلت فهين بدوه المنتصر زي ما قلت لكم وهذا يرفع بالنسبة لجائزة فوق جائزة توماغو مما يجعلها من الاربعة او الثلاثة الكبار لو انضم الى طاقم لوفي بجائزة كجائزة كتفوق يعني فاز على واحد من فوسان البيغمام اللي هو توماغو فوسان المهمات المستحيلة حقينها يعتبرون مو زي الجنرالات اكيد لكن على الأقل وصل فوق فلما بدو خدتها البيغمام اخذت من بيبو مئة سنة زيبو مئة سنة لكنها ما كفت ما كان بقيلها الى ثلاثين سنة فوقعت حق بدو انت اللي بتعوض السبعين لما ترجاها بيك كوموس صارت ستين بدو جرح عينه ليش؟ لانه لا يزال يريد ان يتمسك بالحياة مش عشانه يريد يشوف الفجر الجديد للقراصنة علاقة المنك بالفجر الجديد عندهم من سالة يبون يوصلونها غير حجر البيغمام فيه اشياء كثيرة بس اول شيء يبون حجر يبون يقلل في هذا لكن فيه اشياء كثيرة لسه بيوضحونها المنك قدام عشان كذا اقول لكم اسهم بدو الحين ارتفعت لانهم جابوا بدو وواقف مع نيكو ماموشي امام الحجر نيكو ماموشي قال شيحك بدو غير الكلام عن الفجر الجديد وبدو اكيد بيسلم رسالة والعهده الى لوفي اذا ما سلمها بدو بيسلمها نيكو ماموشي بيسلمها انراشي لكن ارى ان بدو اللي بيسلم العهده الى طاقم لوفي فهنا بدو تواصل حياتها جرحين عشان ينزل عشر سنين لزيادة فصارت خمسين سنة اللي أخذتها منها فهل الخمسين السنة اللي أخذتها منها هو سبب ضعفها الحين في مواجهته مع التوماغو لأنه يعتبر شخص يواجه في أواخر حياته الروحية ضد شخص متكامل ومع ذلك شفنا بيدو كيف قاعد ند إلى ند مع التوماغو يعني شخصية جبارة قد يكون التمطيط والفلع اللي بدأ فيه الحدث إلى هنا هو اللي ورانا يريده ولا شيء لأنه قاعد يطاقق يمين نسا ويطاقق يمين نسا لكن لو أني احنا شفناها بتواصصت قوني كنتوا بتشوفون شخصية جبارة لبيدو فالبيقما ما أخذت خمسين سنة من عمر بيدو وعينه اليسا وأطلقتها هنا ترجع بيدو في تواجه مع التوماغو هذا بالنسبة لبيدو والتوماغو نوحا الحين إلى أخت سنجي ريجو قاعدت تتمشى وقل لازم أسع وأخبر جاتها اللي هي بودنغ وشافت الفراجعة قلت لها أنيسا يعني خلاص أنا تعتبر حماتها زي ما نقول فمفجعة شلي قاعد يصير قاعدة بيعرف شلي قاعد يصير وبرضو قطعوا المشهد راحوا إلى المشهد آخر اللي هو لوفي ونامي طبعا أنا تلتيب المشهد يمكن ما جبتها لك زي ما جات في الحلقة بس أنا تكلمت عن الأهم بالنسبة لي أنا كنت أرى أن لوفي بالاحتكاك هذا كان يفكر أنه ممكن المطاط يقطعوا الورق يحرق الورق أو يمسح الرصاص اللي على الورق وهذا شي طبيعي يعني طبيعي 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 يعني هذا ما هو شي خيال جدا لا هذا شي طبيعي أحد الخيارات الثلاثة بينما أطلع لوفي يفكر أنه يقطع يدينا جاعت أقول ليش يا لوفي تفكر أنك تقطع دينك كذا فقال لوفي إذا أنا ميت ميت فاش فايدة يديني أقطع يديني واطلع ففعلا عزيمة قوية فحاول يقطع يدينا وكان المشهد مرة مؤلم نامي ما قدرت أطالع أنا والله كذا مرة ما قدرت أطالع أشوف يده زي المطاط تتفكك شعيرات مؤلمة لكن زلت قدمه ولا قدرت يسويها صح فحاولي الحين يسويها مرة ثانية أتوقع أن نامي يمكن تكتشف من بعض الشخص يا كشوطات على الورق أو احتراقات بسيطة يمكن تشوف نامي شي ويقولها قلوفي يسوه أو ويقولها قلوفي يسوه أو الكاتب يمكن عنده مخرج آخر لكن صدقوني الحبس والموت ما هيكون هو مصير لوفي فإيش هو المصير اللي بيواجه هالطاقة من الحين هنا الكلام يعني بروك في محنة بيدو في محنة صراحة غير طبيعية شو بر يبحث عن البيقمم فنرجع الآن استكمالا لقتال بروك بيدو والتوماغو لما استمر القتال بيدو والتوماغو واضح فيه تفوق بسيط لبيدو التقنيات اللي استخدمها توماغو زي الساني الليك اللي لما يصير البيضة اللي حنا نسميها بيض عيون أو بيض الشمس هذا فهو زي كده حتى لما جوح في بيدو ينزف بيه خلا ينزف يعني صراحة ابتوا مقوم بيك المعني أقولها في السعودية انت بيض و تقنياتك بيض صراحة هذا اللي أقدر أقولها بيدو فقع وجهك من قبل وبيفقع وجهك مرة ثانية ما لك أي شيء وبكو موسكي تظن منطاقم بيدو تبيني هنا أنه ما كان منطاقم بيدو من الأساس منطاقم البيقمم بس آنيكي لأنه قرشو 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 والله نشتقل القرد شو هذي لازلنا ما ندي أي شي عن جيمبي إلى الحين ما ندي أي شي عن كابوني ولا عن بيكوموس نفسه يعني بباقي فيها الشخصية تعتبر من صلب الحدث ما ندي عنها شي وبانتظار أن نحن ندي عنها شي لكن شكرا شرح تكون موجهة بروك مع البيك مام القتال المستميد والله إلى آخر لحظة أستنى بروك أن يسوي حركاتها الاستهبالية أوه آه آه بيسوي شي ترى بروك هو ملك المفاجآت يعني ممكن للمقاتلين هو ملك الجدية والتقطيع لا ننسى أن بروك ملك المفاجآت فقعد والله إلى آخر لحظة أستنى منها مفاجأة صادمة أو مفاجأة كوميدية كان مجرد وقفتها قدام البيك مام هي مفاجأة جديدة في وقوفها قدام البيك مام هذه فعلا مفاجأة لكن لازلت أنتظرت أكثر أيضا فعلا زي ما قلت لكم أن الكهرباء حقاة المينك هي قدرة خاصة فيهم وكثير يقول للغلاف اللي كاروت طلعت الكهرباء بدون أن تلبس غلاف في الحق اللي فاتت ما تحتاج كاروت تلبس الغلاف المينك الوابع حقهم يطلع الكهرباء قد يتعلمها زي ما قلت لكم واحد من طاقم لوفي لأن طاقم لوفي شوفناهم يتعلمون تقنيات كلمة ما معلية قد يتعلمها تشبها بما أنه عنده وابر كثير لوفي يمكن يقدر يتعلم شي مع أنه المطاط صعب المطاط عازل للكهرب مش مولد للكهرب لكن لوفي قد يستفيد من طريقة تكوينه من الإلكترونات هذه في تطوير شيء معين لوفي مثل الجرد يطور يطور يقلد مثل مقلد من قبل بيلمي مثل مقلد بعض تقنيات تي بينام لوفي لو ما قلد التقنية بيطلع بشيء جديد لكن أرى تشبه هو الأقرب من طاقم لوفي أنه يتعلم تقنية الإلكترونات هذه خاصة أنها فادت بدره من قبل في مواجهة البيجمام طبعاً له واحد من طاقم البيجمام صراحة الحلقة جبارة أنتظر الحلقة الجاي بفارغ الصفر يعني أنا متعلق ما أدي هل أنا متعلق على بروك مع البيجمام هل أنا متعلق مع موضوع بيدرو هل أنا متعلق مع ريجو بودينج كيف تقول ريجو كيف تصير الحمد لله أنهم موضروني الخروف في الحلقة هذه أبيعرف شي بيصير على جيمبي يعني ترى جيمبي لعب رولت ورفض طيب بعد ما رفض ما أدري والبيجمام استخدامها لرولت مرعب كرحت البيجمام أكثر فأكثر صج فرطت هيباتها ورعبها الخوف لكن كرحتها لازالت الكراهية داخلي تزيد ليش 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 زي كذا عندي ليش ولس فعلاً جاي تبوق منها بعض تبيها تسوي لك أوه مبروك مبروك بهدك لا هي بالتواجه لكن بدون قعد يكلم طاقم البيجمام على أن عصركم رح ينتهي والفجر الجديد للقراصنة مما يعني أنكم قاعدين تتصرون شيء غير مطلوب من القراصنة فجر القراصنة وفجر العالم الجديد اللي احنا ننتظرها هي الصورة الصحيحة اللي كان روجري بيوصلها نتوقع لي تصنص صورة ثانية فعشان كذا لوفي وطاقم ينفضونهم يقال عنهم أبطال ينفضون يقال عنهم إحنا قراصنة لكن كلين يرى القراصنة بالصورة الصحيحة فبدو والمينك شايفين أن الصورة الصحيحة اللي مفضو كون القراصنة طاقم لوفي هو اللي قاعد يسويها على العموم ننتظر الحلقة الجاية واعتذر إذا كانت الحلقة شوي مختصرة ممكن طوفي السفر أنا وماجد هالأسبوع يعني كنا مختصرين شوي في الحلقات تسمحونا إن شاء الله نعدكم الحلقة الجاية يكون أطول وأطول وأطول ونجعل لكم على الستوديو ونفصل لكم أكثر وفي النهاية قلوا معي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أن تكون إليك لا تنسوا أن تسابسكرايب واللايك والشير ونشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر